السؤال الأول سؤال مهم إنني ذكرت في طوايا حديثي في شؤون عقيدة التوحيد من أن هذا العنوان هذا اللفظ الله ما يصطلح عليه لفظ الجلال الله بحسب ثقافة قرآنهم المفسر بتفسيرهم وثقافة حديثهم المفهم بتفهيمهم فإنه يطلق على الذات الأولى بحسبها ويطلق على الحقيقة المحمدية بحسبها ويطلق على الإمام المعصوم بحسبه فمعنى الله حينما نطلقه على الذات الأولى يختلف مئة بالمئة عن معنى الله الذي يطلق على الحقيقة المحمدية وكلاهما يختلفان بدرجة مئة بالمئة إذا ما أطلقنا لفظ الله على الإمام المعصوم هذا اللفظ حين يطلق على الإمام المعصوم المراد أنه وجه الله لكن هذا الإطلاق يطلق عليه وجعتكم بآيات من الكتاب الكريم وبروايات وأحاديث من تفسيرهم لقرآنهم لقرآنهم مر هذا الكلام وأعتقد أن كلامي كان واضحا ودقيقا جدا وقد شدت على قضية حفظ المقامات وعلى قضية تعدد الحيثيات وكل هذا مر تفصيله وبيانه لا أريد أن أعيد مرة أخرى السؤال الذي يسأله السائل العزيز من أنه هل هناك من ضابطة أو قاعدة للتمييز والفصل في محاولة معرفة إطلاق هذا العنوان في آيات الكتاب الكريم أو في الأدعية والزيارات والزيارات هل هناك من قاعدة من ضابطة نستطيع على أساسها نعرف أن هذا العنوان في هذه الآية الله يراد منه الذات الأولى وفي هذه الآية يراد منه الحقيقة المحمدية وفي هذه الآية يراد منه الإمام المعصوم هل هناك من ضابطة أو قاعدة نستطيع على أساسها أن نميز ذلك فهل هناك ضابطة أو قاعدة للتمييز والفصل كي لا يحصل الخلط هذا هو السؤال بشكل مختصر إنني ما قرأت الرسالة بكل تفصيلها لكن جوهر الكلام هو هذا هذا نصه فهل هناك ضابطة أو قاعدة للتمييز والفصل كي لا يحصل الخلط الخلط في فهم دلالة هذا العنوان الله هل المراد الذات الأولى هنا هل المراد الحقيقة المحمدية هل المراد الإمام المعصوم مع ملاحظتي أن كل إطلاق بحسبه الله الذات الأولى معناه يختلف بالكامل عن الله الحقيقة المحمدية وكلاهما يختلفان بالكامل عن الله الإمام المعصوم هذا المنطق ما هو من عندي جئتكم بآيات وجئتكم بروايات وأحادي عودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع من هذا البرنامج وتدبروا فيها أعود إلى سؤال السائل العزيز هل هناك من ضابطة من قاعدة الجواب للأسف لا نملك قاعدة لغوية وضابطة لغوية لهذا الاستعمال لهذا الأمر أمر طبيعي نحن نتحدث في أجواء الغيبيات نحن نتحدث عن عقيدة غيبية نحن نتحدث في مضامين لا يمكن أن نجد لها ضابطة لغوية قد يقول قائل إذن هذه الفوضى نعم هي الفوضى ليست بسبب الدين نفسه هي الفوضى بسبب تحريف الدين آتيكم بمثال وبعد ذلك أكمل حديثي هذا العنوان الصادق هذا العنوان الصادق يطلق على إمامنا جعفر بن محمد فهو الصادق ويطلق على رسول الله صلى الله عليه وآله النبي كان معروفا في الجاهلية قبل الإسلام كان معروفا بالصادق وكان معروفا بالأمين وكان معروفا بالصادق الأمين هذه أسماء محمد في الجاهلية عند عرب الجاهلية فمحمد هو الصادق ومحمد هو الأمين ومحمد هو الصادق الأمين صلى الله عليه وآله فصادق من أسماء محمد وصادق اسم لامع علم لإمامنا جعفر وصادق من أسمائهم جميعا القرآن في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد المائة من سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الصادقون محمد علي فاطمة أبناؤها المجتبى إلى القائم هؤلاء هم الصادقون من خلال البلاغة والأدب وبحسب الروايات والنصوص فمن خلال البلاغة والأدب فإن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يجب علينا أن نكون مع أناس يوصفون بالصادقين مجازا يمكننا أن نصف المؤمنين عموما بالصادقين لكن المؤمنين لا يوصفون بالصادقين حقيقة فالصادق فالصادق الحقيقي هو الذي يكون صادقا في ظاهره وباطنه يكون صادقا في عمله من الأول إلى الآخر وفي نيته المؤمن قد يكون صادقا في نيته لكنه قد لا يكون صادقا في عمله يتعرض عمله للخلل من هنا كانت نية المؤمن خيرا من عمله الصادق الحقيقي الذي لا يخبر بأي وجه من الوجوه وفي أي حال من الحالات إلا بالصدق المطلق الكامل إلا في حالات الاستثناءات والأولويات كالتقية والمدارات وتلك الحكمة وحينئذ سيكون الكلام الذي يقال هو الصدق بعينه لأن الصدق يدور مدار الحكمة الصادق هو الذي يكون علمه صادقا حقيقيا واقعيا في كل شيء يعني أنه لا يجهل شيئا هذه المعاني لا تنطبق إلا عليهم فقط ومن هنا فإنه ليس منطقيا أن الله يأمرنا أن نكون دائما مع أناس يمكن أن يكذب يمكن أن يجهل يمكن ويمكن الصادقون هنا صادقون حقيقيون ولذا أمرنا وكونوا مع الصادقين كونوا دائما على طول الخط فهؤلاء هم هم من اللغة فقط أما إذا أردنا أن نعود إلى الروايات فالروايات واضحة فيهم صلوات الله عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هؤلاء هم إذن الصادق هو رسول الله محمد هو الصادق وصادق هو إمامنا جعفر وصادق هو إمام زماننا الحجة بن الحسن وكلهم صادقون وكونوا مع الصادقين محمد صادق علي صادق فاطمة صادقة وهكذا إلى الحجة بن الحسن وجعفر الكذاب قيل له الكذاب تمييزا له في هذا السياق وصادق من أسماء الله سبحانه وتعالى أيضا عودوا إلى دعاء الجوشن الكبير إلى المقطع العشرين إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجناء المقطع العشرون من دعاء الجوشن الكبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا خالق الخلق يا صادق الوعد من أسمائه سبحانه وتعالى صادق الوعد فهو صادق الوعد ومحمد صادق الوعد وجعفر إمامنا صادق الوعد وإمام زماننا صادق الوعد وفي المقطع الحادي والستين من دعاء الجوشن الكبير اللهم إني أسألك باسمك يا خالق يا رازق يا ناطق يا صادق يا صادق يا خالق يا رازق يا ناطق يا صادق يا فالق يا فارق يا فاتق يا راتق يا ناطق يا صادق الله هو صادق الله هو صادق الوعد هذه أسماء الله فالصادق هو جعفر ابن محمد وصادق هو محمد المصطفى أيام الجاهلية صلى الله عليه وآله وصادق هو الحجة ابن الحسن وصادق هو الله إنكم لن تجدوا مشكلة في التمييز لماذا لأنكم تستطعون أن تستكشف ذلك من خلال القرائن التي تعلمتمها في سياق ثقافتكم الدينية فهذا الأمر موجود في ثقافتنا الدينية أما بالنسبة لاستعمال هذه اللفظة المقدسة الله فقد أخفيت المؤسسة الدينية أخفت هذه المضامي وأنكرتها لأنها في الحقيقة لا علاقة لها بدين محمد وآل محمد جاءونا بدين القذارة بدين سقيفة بني ساعد جاءونا بتوحيد القمامة بتوحيد المعتزلة وتركوا توحيد العثرة الطاهرة قد يقول قائل المعتزلة فيهم حكماء فيهم فلاسفة لماذا تقول عنهم هكذا أنا أقايسهم بالعترة الطاهرة شنو معتزلة شنو فلاسفة شنو حكماء شنو بطيخ أنا أقايسهم بالعترة الطاهرة قمامة كثير عليه نعلم قطع كثير عليه من هم أولا أنا أقايسهم بالعترة الطاهرة أقايسهم بمحمد وآل محمد لا شأن لبهم أتباعهم أصحابهم يقدسونهم ذلك أمر آخر أنا لا أتحدث هنا في شأن بشري عادي أنا أتحدث في شؤون إلهية عظمى ليكون المؤمن مؤمنا حتى يرى الخلق إلى الله كالأباعر وبعد ذلك يعود إلى نفسه فيراها دون ذلك هذه الثقافة التي ثقفنا عليها في أجواء العترة الطاهرة على أي حال المثال الذي جئتكم به فيما فيما يرتبط باسم الصادق تلاحظون أنكم تستطيعون أن تميزوا في استعماله من دون قاعدة أو ضابطة لغوية لماذا لأن القرائن التي على أساسها تميز المعاني موجودة في الثقافة الشعية العام ما حجب هذا الموضوع فهناك من القرائن التأريخية هناك من القرائن الأدبية هناك من القرائن العقائدية الثقافة الشعية المنتشرة في الوسط الشعي العام حينما طالبتكم و لازلت أطالبكم لكس أمرا مني إنما هي نصيحة نصيحة لكم أن تحركوا باتجاه تشكيل تيار فكري مجتمعي عقائدي هو الذي سينفعكم في هذا الأمر الدين يخاطب العقل يخاطب عقلي و عقلكم من هنا نستطيع أن نحصل العقيدة في مستوى معين من خلال القراءة من خلال الدرس والتدريس والتعلم والتعليم من خلال البحث والتحقيق يمكننا أن نتعلم ما نتعلم من عقدتنا من خلال القراءة والتعلم والإنصات من خلال هذا البرنامج و غيره يمكننا أن نتعلم فهذا الخطاب الديني يخاطب العقل لكن هذا لا يكفي في تحصيل العقيدة بشكل كامل فالخطاب الديني في الوقت نفسه يخاطب الروح يخاطب القلب يخاطب الوجدان و من هنا فإن العقيدة كي تستقر في القلب هي بحاجة إلى معاناة نفسية إلى تواصل روحيا مع محمد و آل محمد كي تستقر العقيدة في القلب تستقر العقيدة في العقل من خلال القراءة و الدراسة و الإنصات و التدبر و البحث و التحقيق لكنها لا تستقر في القلب تحتاج إلى خطاب آخر إلى خطاب وجداني يدخل العقيدة إلى القلب و كذلك نحتاج إلى خطاب يوجه إلى الأمة فالخطاب الذي يوجه إلى العقل يوجه إلى العقل الفردي و الخطاب الذي يوجه إلى القلب يوجه إلى القلب الفردي إلى عقلي أنا إلى قلبي أنا وهناك خطاب يوجه للأمة يوجه إلى وجدان الأمة إلى الروح الكبيرة للأمة هذا الخطاب هو الذي ينشر الثقافة العامة هذا هو الذي نفتقده لأن هذا الموضوع لم يكن جزءا من الثقافة العامة بالضبط كما هو الحديث عن النية التي حدثتكم عنها كما هو الحديث عن التوجه عن التوجه في العبادة لم يكن شيئا متوفرا في الثقافة العامة أنتم لا تستغربون أن تتوجه إلى القبلة بأبدانكم تتوجهون إلى أحجار وإذا كنتم في المسجد الحرام نفسه فأنتم في مواجهة الأحجار مباشرة تتوجهون إلى أحجار لكنكم لا تثيرون إشكالا من أنكم ربما تقعون في الشرك مع أنكم لا تستحضرون الله في أذهانكم تتوجهون إلى الأحجار وإلى اللاشيء لماذا لأن هذه المفردات هي جزء من الثقافة العامة للأمة فلا تجدون إشكالا في ذلك وهذه النية الغريبة الخرقاء التي هي فبركة شيطانية أصلي صلاة الصبح قربة إلى الله هذه النية المضحكة هذه تعتبرونها جزءا من دينكم مع أنه ليس هناك من عين ولا أثر لا في القرآن ولا في حديث العترة النية التي جئتكم بها جئتكم بها من مضمون قرآنهم ومن مضمون حديثهم ونقلتها لكم نصا من حديثهم من رواياتهم ومن كتبنا القديمة الأصلية التي لا نشك فيها على الأقل بالنسبة لي تستغربونها وربما لا تستطيعون أن تؤدوها لماذا؟ لأنها لم تكن جزءا من الثقافة العامة من هنا جاءت الخطابات الدينية في كثير منها موجهة إلى الأمة لأجل أن تكون الثقافة ثقافة عامة لأن العقائد لا تصنع في الجو الخاص العقائد تعلم في الجو الخاص يمكنني أن أعلم عقيدتي من خلال عقلي أن أتلامس معها بدرجة و أخرى من خلال قلبي لكن الذي يركزها حتى تكون بديهية الأجواء العامة أجواء الثقافة العامة لهذا السبب منذ أربعين سنة و أنا أصر على هذه المفردة من أننا بحاجة إلى تغيير العقل الشيعي و منذ أربعين سنة صدقوني و ربما أكثر أخطط لتغيير العقل الشيعي ربما نجحت بشكل جزئي في جهة معينة في طبقة معينة من واقعنا الشيعي من أولئك الذين يتذوقون هذا الطرح و هذا الفكر المشكلة هنا حينما يتغير العقل الشيعي وفقا لمفردات ثقافة العترة الطاهرة فإن الثقافة الصحيحة ستكون منتشرة و حينئذ لا يطرح مثل هذا السؤال لماذا لم يطرح سؤال بخصوص اسم الصادق فهو من أسماء الله و من أسماء محمد و من أسماء الأئمة جميعا لماذا نستطيع أن نميز في كل تلك الاستعمالات لماذا لم يطرح سؤال بهذا الخصوص و هذا يمكنكم أن تعمموه على سائر المصطلحات و العناوين و المفردات التي هي شائعة في ثقافة الشيعية العام لكن حينما تُعزل الحقائق و تطمس و تطمر يطرح مثل هذا السؤال و للأسف ليس هناك من قاعدة أو ضابطة لغوية لأننا نتحدث عن عقيدة غيبية لكنني يمكنني أن أقول للسائل من خلال الأحاديث التفسيرية يمكننا أن نشخص جانبا من هذه المضامين من هذه الإطلاقات من إطلاق هذه اللفظة المقدسة على الذات الأولى على الحقيقة المحمدية على الإمام المعصوم من خلال الأحاديث التفسيرية و من خلال القرائن المقالية أو الحالية في السياق القرآني أو في السياق الحديثي لكن هذا لا يشكل قاعدة أو ضابطة كلية في كل الأوقات مشكلتنا هو في عدم وجود ثقافة عامة هذه الحقائق غيبت غيبها سرابيت النجف كما يصفهم صاحب الأمر بالسباريت من الإيمان سباريت من الإيمان لا إيمان لهم لماذا؟ لأنهم نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون في الرسالة الثانية التي بعث بها صاحب الأمر للشيخ المفيد وصفهم وصف هؤلاء بالسباريت بالسباريت من الإيمان في لهجتنا الشعبية العراقية يعني سرابيت حينما أصفهم بالسرابيت إنني جئت بهذا الوصف من إمام زماننا هو الذي وصفهم بالسباريت من الإيمان نذهبوا إلى فاصل عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادقة جعفر بن محمد عليهما السلام يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل فقلت له ولم جعلت في ذاك قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم قلت فما وجه الحكمة في غيبته فقال وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من تقدمه من تقدمه